من كان يتصور أن المدينة التي أحرزت أعلى أرقام المدن مجاعة وفقرا على مستوى العالم هي ذاتها التي تحوي مئات الأطنان بل الآلاف من المواد الإغاثية المواد الإغاثية التي لا تصل المواطنين بل تتحول مباشرة إلى مجهود حربي لجماعة مسلحة سيطرت على مساحة كبيرة من رقعة هذا البلد ولم يكن لمحافظة الحديدة ومؤسساتها الحيوية إلا أن تكون جزءا من هذه المساحة المحتلة فبعد احتجاز الميليشيا هذه المرة لأكثر من 34 سفينة إغاثية محملة بالمساعدات الغذائية والطبية في ميناء المحافظة ها هي تعود مجددا لسياسة التجويع والعقاب الجماعي على المواطنين في هذه المحافظة المنكوبة أصلا وباقي المحافظات أيضا التي أصبحت على شفى المجاعة رئيس اللجنة الإغاثية عبد الرقيب فتح حمل الحوثيين وحليفهم المسؤولية الكاملة عن ما يعانيه الشعب من مجاعة وحصار واحتجاز سفن المساعدات وعدم السماح لها بالدخول وقال إن السفن التي تم احتجازها كانت تحوي قرابة 500 ألف طن من المواد الغذائية إضافة إلى 146 ألف طن من المشتقات النفطية فيما المساعدات التي حملت على متنها ما تزال متكدسة في الميناء منذ أكثر من سبعة أشهر